اقتحمت ميليشي الحوث الإرهابية يوم أمس مسجداً في منطقة العشة في منطقة الجاهلية بمديرية همدان شمال صنعاء وجعلته مقراً لعناصرها ومسلحيها وشددت حصارة على المنطقة التي تستهدفها بحملة عسكرية منذ أواخر الشهر الماضي وقالت مصادر محلية أن جميع من مسلح الميليشي الإيرانية اقتحموا مسجد منطقة العشة واتخذوا من مرفقات المسجد مقراً لعناصر الميليشيا الذين استقدمتهم ليمارسوا جملة وحملة من الاعتداءات المستمرة بحق أبناء المنطقة وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي اختارت التمركز في المسجد لاستفزاز أبناء المنطقة ولموقعه المهم على الطريق الرئيسي في مدخل المنطقة لتتخذ منه نقطة لمراقبة القرية والتضييق على أبنائها يشار إلى أن الميليشيا الإيرانية الإرهابية تشن حملة عسكرية على المنطقة منذ ثلاثة أسابيع داهمت خلالها منازل المواطنين ونهبت أموالهم وامتلكاتهم واختطفت العشرات من بينهم عشرين شخصاً ما يزالون في سجون الميليشيا الإمامية